هروح لمحمد صلاح أو سوبر موبا ده لقبه الجديد نجم ليفربول اللي تربى على عرش أفضل اللاعبين في الدوري الإنجليزي في الجوالات الأخيرة وفقا طبعا لتقارير صحفية وزي ما ذكرت شبكة سكاي سبورتز في تقريرها الأخير والإحصائيات اللي اتكلمت فيها على محمد صلاح قالت أنه بيظل صلاح هو أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي بعد نجاحه في تسجيل عشر أهداف في عشر مباريات مع الريدز وعلى الرغم الحقيقة من نوعات الشوية في مباراة برايتن الأخيرة واللي كنا نتمنى جدا أنه ينجح في تسجيل هدف فيه عشان يرفع رقم القياسي لرقم 11 وينافذ جيمي فاردي على لقب صدارة الهداف في بريمير ليج في المباراة المتتالية لكن الحقيقة صلاح نجح رغم إغفاقه في عدم التسجيل في المباراة دي نجح في أن هو يظل متصدل لقائمة أفضل لعبين في الدولة الإنجليزي ونجح كمان في أن هو يعمل أسيس مهم جدا لزميله في الفريق هندرسون اللي سجل منه الهدف الأول لليفر بول في مواجهة برايتن وحاليا هو بيحتل صدارة ترتيب الهدفين في بفارق ثلاث أهداف عن أقرب منافس له وهو جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي عشان يأكد طبعا على حسب ما بتذكر أو بتأكد سكاي سبورتس أنه قادر بشكل كبير جدا على المنافسة على الحزاء الدهبي في الدوري الإنجليزي في الموسم الجديد كمان الحقيقة يمكن الإشادات بتتوالى وبتنهال على النجم المصري محمد صلاح منها الحقيقة زهير آيسر تشيلسي بان تشيلويل اللي تكلم على محمد صلاح مهاجم ليفر بول وقال أنه بيقدم واحد من المواسم الاستثنائية وأنه كمان مرشح بقوة طبعا مع اقتراب حفل الإعلان عن جيزة الأفضل لاعب في العالم واتكلم على صلاح بشكل أكتر من رائع وقال في تصريحاته في المؤتمر الصحفي اللي اتعمل قبل مباراة مالمو في دوري أبطال أوروبا أنه محمد صلاح بيقدم موسم رائع وممتاز وأنه لاعب رائع جدا وكان في أعلى مستوياته الشهر الأخير وسجل بعض الأهداف الرائعة طبعا يمكن واحدة من حاجات اللي بيتمايز صلاح أنه مش بس قدرته التهديفية في أعلى مستوياتها لكن كمان جمال الأهداف اللي بيحطها محمد صلاح يعني هو مش مجرد هداف لكنه كمان أهدافه ليها طعم خاص والعالم كله الحقيقة بيتكلم عليها بشكل كبير نتمنى إن شاء الله أنه صلاح عنده بكرة ماتش مهم جدا هيجمع طبعا ليفر بول بأتليات كومادريت في دوري الأبطال مباراة هتبقى بتتلعب على أنفلد وإن شاء الله بإذن الله تكون واحدة من المحطات اللي يسجل فيها محمد صلاح ترجمة نانسي قنقر